السماء بين لبنان وشمال فلسطين المحتلة التهبت بانفجارات السواريخ والسواريخ المضادة لأن ذلك لم يوحي بتحول دراماتيكي في معادلة المواجهة بين إسرائيل وحزب الله ضبط النفس من جانب حزب الله في لبنان ظل ساريا حتى بعد قيام إسرائيل بشن هجوم استباقي على العشرات من مواقعه في جنوب لبنان شنت إسرائيل هجوما قالت إنه يستبق هجوما لحزب الله كان يستهدف مواقع استراتيجية في عمق إسرائيل فرد عليها حزب الله بإطلاق المئات من صواريخ الكاتيوشة قبل أن يعلن انتهاء ما أسماه بالمرحلة الأولى من رده على اغتيال قائده العسكري فؤاد شكر الهجوم الإسرائيلي المسبق الذي قاده وزير الجيش يواف جالنت استهدف الأخذة بزمام المبادرة في مواجهة تهديدات حزب الله في حين كان إعلان الحزب عن أن عمليته تمت وأنجزت بمثابة إعلان عن انتهاء المواجهة ليبقى الأمر متروكا لإسرائيل ما إذا كانت ستقبل العرض أو أن تكون هناك مرحلة ثانية من الهجمات موقع والا الإسرائيلي نقل عن مسؤول إسرائيلي قوله إن إسرائيل تعمل بمفردها ضد حزب الله لكن بتنصيق كامل مع الولايات المتحدة التي تم إبلاغها مسبقا بالهجوم تردد حزب الله في الانتقام لاغتيال شكر عقب التردد المعلن للحرس الثوري الإيراني في الرد على اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس منح إسرائيل الفرصة لكي تسعى إلى ضرب مواقعه في جنوب لبنان واستعادة الردع والإمساك بالقدرة على توجيه الضربات الاستباقية وبحسب مراقبين يرون أن حزب الله يريد مناوشات لا تتجاوز قواعد الانضباط لكي تخدم موقفه التضامني من الحرب في غزة من دون أن تشكل تغييرا في معادلات هذه الحرب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر